مؤتمر صحفي لوزير الأشغال العامة والإسكان للإعلان عن بدء الخطوات الفعلية في إعادة إعمار المنازل المدمرة كلياً ضمن المنحة القطرية الوزير أكد أن كشفات المدمرة بيوتهم ستنقل إلى وزارة الشؤون المدنية ومن ثم إلى الجانب الإسرائيلي للسماح بإدخال مواد البناء المطلوبة نؤكد أن هذه الألية هي الألية المتاحة حالياً ونحن نأمل أن يتم فتح حقيقي لكافة المعابر من أجل الوصول إلى حرية إدخال مواد الإعمار دون قيد ودون شرط في المقابل أصحاب البيوت المدمرة يفقدون الأمل في إعادة إعمار بيوتهم بعد عام على العدوان الأخير الحال هنا يغني عن السؤال عائلة محمد أبو عجوى تعاني الأمرين خلال شهر رمضان وهي تعيش في ظروف بائسة بعد هدم منزلها المكون من طابقين نحن من سنة ونقول إن شاء الله خير وإن شاء الله خير لكن طالما أنه مرت سنة وما فيش لحتى الآن بوادر يعني الواحد يشوف الحاجة اللي يقول لك ممكن الواحد يتأمل فيها خير في حي الشجاعية المشهد لم يتغير منذ وضعت الحرب أوزارها يقولون هنا إنهم ملوا من المؤتمرات والوعدات من دون أفعال على الأرض توقفت حرب الصواريخ لكن حرب المعاناة ما زالت مستمرة إحنا رمضان اللي فات مرة علينا وعارفين الشو رمضان اللي فات عارفين حرب صواريخ والكتل وموت لكن إحنا رمضان هذا كتل أكتر وجوع أكتر حرب أكتر هذا حرب الجوع والفقر والله ما إحنا متأملين فيك ولا شبر تبنونا ضيعتونا وقعتوا تفرجوا علينا إنتوا الشاكتين وإحنا بنترجاكم بنترجاكم كل الرجاة إنكم الدوروا علينا إعادة الإعمار ملف ما زال يخضع للإجراءات الإسرائيلية المعقدة التي تحرم عشرات آلاف أصحاب البيوت المدمرة من بناء منازلهم إجراءات تشكل وجها آخر للحصار لن تفضي إلى وضع حد لمعاناة هؤلاء المتفاقمة محمد الأصل تلفزيون القدس قطاع غزة أينما أذهب عنوان يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم ادخلوا الآن إلى mail.alqds.com email القدس الإيميل العربي الجديد ترجمة نانسي قنقر